اشتركوا في القناة بتعليم علم الفلك بالتدريج هي من اصل الكتاب اللي انا قمت بتأليفه رح اضع في مواضيع كثير في هاي المدونة الابراج برضو رح تصير تنزل فيها برضو مكتوبة الابراج اليومية غير الفيديو طبعا الفيديوهات رح تظلها موجودة كما هي ولكن اللي احنا بنحكيه في التوقعات اليومية رح يصير ينزل على المدونة اللي بيحب انه يتابع ويتعلم علم الفلك على اصوله اللي هو العلم الصحيح اللي بدون فزلكات وبدون كذب وبدون اوهام ويفهم كيف اساسيات علم الفلك بيقدر انه يتابع المدونة رح احط لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف وفي اول تعليق على اساس انه انتو تطلعوا عليها تم نشر اكم موضوع عنها بس نوع من انواع تجريب لانه انا مش ضليع في المدونات ولكن اني بتعلم وان شاء الله شوي شوي وخطوة خطوة بمساعدتك ان شاء الله يعني والنصائح باذن الله انه منقدر انه احنا نطورها ونكبرها ونخليها انها خطوة من الخطوات القادمة ان شاء الله لانشاء موقع كامل باذن الله خلينا نروح على التوقعات اليومية طبعا اليوم التوقعاتنا ليوم الجمعة خمسة عشر واحد القمر ما زال موجود في برج الدلو وهي فترة خلوه مسار اليوم القمر طبعا موجود في منزلتين اللي هي سعد السعود وفي سعد المقدم اللي هي سعد المقدم اللي بتيجي ما بين اخر برج الدلو وبتدخل على برج الحوت القمر بما انه موجود في الدلو اغلب اليوم لساعات المساء احنا في فترة خلوه مسار فراح يكون التأثير على جميع الابراج انه منشعر الان بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر مننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او الشراء جهاز استيريو او الالكترونيات بكل انواعها او تلفاز او اي شيء الو علاقة بالالكترونيات وتجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم ما في اي زوايا لانه عنا خلو مسار وبدأ من الامس من الساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا وراح يستمر طيلة اليوم يعني الليلة مع اليوم كامل مع النهار لغاية الساعة عشرة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر راح ينتقل للحوت ساعة عشر وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن عند منتصف الليل او بعد منتصف الليل بربع ساعة القمر بما انه موجود في برج الحوت زي ما حكينا انه بده ينتقل لبرج الحوت فقلو المسار القادم راح يكون يوم الاثمين ثمنتعش واحد بيبدأ فيه تمام الساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيش لينتقل لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال يومين فيه تمام الساعة ستة وتسعة وعشرين صباحا بصير ثلاث ايام نسبة الاضاءة بتصير عشرة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم تسعة وعشر واحد منتحسه بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في الدلو بدي انتقل للحوت وبما انه خلوه مسار كامل ورح يظل في الحوت لأيوم ثمنتعش واحد فالنسبة من نحي سعيد بنسبة خمسة عشر في المية هو فقط لدخوله ومكانته اما بالنسبة لعطارد فهو في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيدة بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتو في الجدي حتى يوم سبعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسب بسعيدك اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف بيكون مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم إشي أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم إشي أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئة ممكن تكون خلال اليوم ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة برج الجوزاء بتنشطوه في السفر أو في اتصال بعيد أو بتشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا جميل عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعاد بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الأسد ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر لا تنفعل وحاول الإضاءة على إيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعي وأعصاب برده وما تتصرع في اتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً أنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيماً وأحسن للإدارة اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان تشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت منتع معهم فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة والظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجد تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها لا تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات برج الجدي ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة بتعالج استحقاق مالي أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش إنك تتفاعل برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أي جديد لا تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة